رسايل رحمته حواليك تبعها وخد قبل منها وغلطيت اللي كان قابليك دي ذكرات استخداميك طول ما لسه نروح في جسمك طول ما قلبك لسه حي فانت عندك لسه فرصة تبقى احسن في اللي الجيد في الحياة من يوم ميلادنا وإحنا أطفال في الصغر من ساعتها اليوم وفاتنا كل يوم بنشق عبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد مدير في شركة عالمية كبيرة بس طب يتطحن شغل 10-12 ساعة كل يوم وبعدين بيسافر كل اسبوعين بلد ونجح جدا في عمله لكنه أهمل أولاده واكتشف إنه لم يقضي الوقت الكافي معاهم وده أثر في أخلاق الأولاد شوية وفي ضبيعة علاقتهم به فنصح من قبل التربويين إنه يقضي وقت جيد مع أولاده quality time quality time ده وقت يلعبهم فيه ويقوي علاقة الصداقة معهم ما هوش جاو مش وقت عشان يفضل يوجههم يعني مجرد للعب وتقوية علاقة الصداقة بينه ومن أولاده فوعد أولاده إنهم هيقضوا أجازة الصيف في الساحل الشمالي في مصر ويتفسحوا وينبسطوا وإنه هيأجر لهم يخت وبيتش باجيز اللي هي الموتسيكلاب بتاعت الشاطئ ويأجر لهم سيدو اللي هو الموتسيكلاب بتاعت المية وهيعشيهم سوشي وجنبري وسمك كل يوم وعدهم إنه هيزبط لهم أجازة ما حصلتش وفعلا أبض المكافأة السنوية بتاعته مبلغ محترم جدا وأجر فيلا لمدة شهر في قرية مراسي في الساحل الشمالي حاجة بقى أفخم قري أجر الفيلا بإنه دفع مبلغ صغير عربون والباقي 90% لازم يدفعهم كلهم كاش لما يوصلوا هناك في الساحل الشمالي المهم ركبوا السيارة هو وزوجته وأولاده وراء على الكنبة وحط في درج السيارة المبلغ اللي هيدفع به إيجار الفيلا إيجار الياخت إيجار الموتسيكلاب بتاعت المية وموتسيكلاب بتاعت الرمل بتاعت الشاطئ وأكل المطاق مبلغ كبير جدا حطوه في الدرج وهما في الطريق العيال قالوا عايزين ندخل الحمام فوقفوا في أول استراحة المفروض يعملوا إيه اللي عايز يخش الحمام يخش الحمام اللي عايز يشرب قهوة يشرب قهوة عشان خاطر يقدر في سوق واللي يعني لو حد عايز ساندويتش والحاجة ياخد ساندويتش وخلاص لكن اللي حصل غير كده طبعا لو كان ماشي السيناريو ده كده كان كلها يصير فيهم 300 400 جنيه في البنزين وفي الأكل والشرب بتاع الاستراحة ويمشوا لكن اللي حصل غير كده هم وقفوا بقى في الطريق وشبتوا في كل حاجة شافوها في الاستراحة وبعزقوا المبلغ اللي معاهم بإصراف قبل ما يوصلوا كان فيه ناس بتبيع موبايلات حلوة جدا لكنها ما بتشتغلش خارج منطقة الاستراحة فكل واحد منهم شبط انه يشتري موبايل جديد مش هيستخدمه إلا دقايق معدودة طبعا دي قصة تخيلية عشتب عارفين وكان فيه ناس بتبيع تابلتز زي الايباد كده بس ما بتشتغلش إلا في منطقة الاستراحة عليها جيمز دوحفة وحلوة جدا بس شبطوا فيها كل واحد أصر يشتري تابلت جديد واتدفع كل ده كاش فالرجل بدأ يطلع فلوس من درج السيارة وعمال يصرف وعمال يصرف عادوا يبعزقوا الفلوس انبسطوا جدا 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 في الاستراحة اللي هما كان مفروض يدخلوها يحطوا بنزين ويدخلوا الحمام ويكملوا على السحل الشمالي لكن وهم خارجين الراجل بص في الدرج فوجد المبلغ المتبقي لا يكفي لإيجار الفيلا اللي هما ريحنا لا يكفي لأي حاجة ولا لليخت ولا للبيتش باجيز ولا للأكل والفسح هما كده عملوا إيه هما خربوا فسحتهم خربوا الساحل الشمالي اللي كان هيقضوا فيه الصيف وانبسطوا في الايه؟ في الاستراحة في الدقايق الأضواء في الاستراحة اللي هيلاقوا فلوس تكفي إيجار اليخت ولا فلوس يقلوا في مطاعم ولا إيجار الفيلا حتى اللي هيقضوا فيها ده لأنهم مسرفين ما فكروش في أخرتهم كان نظرهم قصير بيبصوا بس تحت رجليهم صرفوا فلوسهم كلها وانبسطوا في الاستراحة اللي على الطريق لذلك الدنيا اسمها دنيا علشان كده علشان هي الاستراحة مؤنث الأدنى الدنيا يعني الأقرب إذن الحياة فيها هي الحياة الأولى الأقرب الدنيا الاستراحة اللي على الطريق وهناك حياة أخرى آخرة الفسحة الحلوة السحل الشمالي أطول بكتير من الدقايق اللي بنقضيها في الاستراحة اللي على الطريق اسمها الآخرة الهدف الأصل اللي احنا رايحين له أصلا اللي كان لازم نركز فيه لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل ووجد الحصير نعلم في جنب نفسه النبي كان نايم على حصيرة بكى وقال له يا رسول الله بنراحة على نفسك شوية ليه كده وليه نجيب لك حاجة طريقة شوية اتنام عليها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هيه يا عمر مالي والدنيا إن مثلي والدنيا كراكب يعني واحد مسافر قال يعني أي نام يعني جامل قيلولة قال في ظل شجرة نام تحت شجرة في يوم صائف يوم من أيام الصيف الحر بتاعت الجزيرة العربية ثم راحة وتركها واحد مسافر في يوم حر جدا وشاف شجرة في الطريق نام شوية يستريح في الطريق وتحت الشجرة ثم تركها واستمر في طريقه الدنيا هي النصف ساعة اللي تحت الشجرة دي أحداث السفر لا يمكن تختزل في اللي حصل تحت الشجرة علشان الصورة تكون كاملة لازم الإنسان ينظر على الحياتين الدنيا والآخرة الصورة لو كاملة لن يختار الإنسان الاختيارات الخاطئة في الاستراحة في الدنيا الحياة مقسومة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة بس مش مقسومة بالنص الدنيا قصيرة قوي إذا الإنسان نسي أن فيه آخرة هيخرب الدنيا والآخرة مع بعض المشكلة بتحصل لما ما بنفهمش طبيعة الدنيا وطبيعة الآخرة السنة اللي فاتت اتصل بيا قناة الراديو بي بي سي وطلبوا إني أشارك في حلقة عن الإلحاد في الوطن العربي أنا وأسيس سوري هنتكلم ونرد على تساؤلات شباب عربي ملحدين فالمذيعة قالت أحلام ملحدة من مصر اتصدلي فالبنت سألت الملحدة دي قالت إزاي يكون فيه إله وإحنا بنتعذب كل العذاب اللي في الحياة ده فأجبت قلت والله يا بنتي فيه ثلاث أنواع من الحياة حياة عذاب بلا أي نعيم وحياة نعيم بلا أي عذاب وحياة ميكس فيه الخليط بين النعيم والعذاب الحياتين الأولانيين دول مش هنا مش في الدنيا دول في الآخرة حياة العذاب بلا أي نعيم دي النار في الآخرة والحياة النعيم بلا أي عذاب ده الجنة في الآخرة إنما الدنيا هنا فيها النوع الثالث من الحياة اللي هو الميكس الخليط بين العذاب والنعيم علشان نختبر إزاي هنتعامل مع الابتلاءات اللي في الدنيا هل هنصبر هنتعامل معها بهدوء وبحكمة ولا هنجزع ونكفر ونشتم ونسب ونلعن لذلك يا أحلام لو فهمت الصورة كاملة هتنجحي في الامتحان وتنتقلي بعد كده للحياة اللي فيها نعيم بدون عذاب بإذن الله فالمزيعة سألتها ها شايفة إيه بالنسبة للإجابة دي أحلام قالت لها بصراحة إجابة تمام فوجئنا بالأسيس بينفعل ويقول أنا بقى اللي عندي مشكلة مع الإجابة دي هذه إجابة كارثية كل مكلم مسلم يقول إحنا ربنا جايبنا الدنيا عشان يمتحنا لأ إحنا ربنا جايبنا الدنيا علشان بيحبني أنا طبعا مسكت نفسي بالعافية يعني الحقيقة إحنا مش في مناظرة وإحنا مفروض إحنا في جنب واحد إحنا الاثنين المفروض إننا مع بعض قصاد الفكر الإلحادي ومش عاوز أحرجه ربنا جايبك الدنيا عشان بيحبك أما لو كان بيقرأك كان عمل فيك إيه يعني في الإسلام لما ربنا يحبنا بيودينا الجنة مش الدنيا المهم أنت ملكت عصابي وقلت له أنت بتعترض على مبدأ متفق عليه من كل المدارس الفكرية الإسلامية بالإجماع يعني وعموما يا سيدي إحنا من دينين مختلفين فليس من المتوقع أننا سنتفق في كل شيء وبعدها بعد الحلقة أخدت رقم تليفون واتقابلنا في لندن طلعنا وعيش في لندن واتغدنا مع بعض واتنقشنا المشكلة كلها حتى عنده هي عدم رؤية الصورة الكاملة لو نتدبر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتنا ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين اسمع ما تهون به علينا مصائب الدنيا أو مصيبات الدنيا يعني هو عايز يقين يهون مصيبات الدنيا دي أول حاجة ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اسمع ديه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا ما لا يرحمنا أنا عاوز بقى أركز على الكلام عن المصائب اللي في الدعاء أصل يعني الكلام عن الدعاء كان بيتكلم عن مصائب عايز أركز على الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام بيطلب من ربنا يقين يهون به عليه مصائب الدنيا طب ليه ما طلبش دنيا من غير مصائب لأنها ما تبقاش دنيا ما فيش حاجة اسمها دنيا من غير مصائب بس يا رب ما تجعلش مصيبتنا في ديننا كل شيء بعد كده نتحمله إلا أن المصيبة تكون في الدين المصيبة في الدين هي أكبر مصيبة أخطر مصيبة لو الإنسان فقد دينه يبقى فقد كل شيء أي مصيبة غير كده محتملة يا ربي بشوية يقين إنما فقد الدين هو فقد لليقين اللي بيقول الكلام ده واحد فقد ست عيال منهم ثلاثة عرائز بعد ما تجوزوا واتنين منهم خلفوا ماتوا سابولوا أحفاد بدون أمهات دي بالنسبة له مصائب ممكن يتحملها طالما ربنا هيدي له يقين ست عيال يموتولوا إزاي الواحد تهون عليه مصايب الدنيا وميرميش نفسه من الشباك وينتحر ويبقى بالرغم من كل المصايب دي راضي ومتفائل زي النبي عليه الصلاة والسلام كده في نفس الدعاء برضه اللي يا ربنا بيقول فيه لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا لو الدنيا هي أكبر همك مش هتستحمل لكن لو الآخرة هي أكبر همك واضحة بالنسبالك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياتين الحياة الحقيقية الحياة المهمة ستستطيع النجاح في اختبار الدنيا مهما كان صعب أنا مش بعمل عليكم شيخ أنا بكلم نفسي وبنصح نفسي وبنصح أحبابي بهذا الكلام يا رب ربنا يهدينا ويرضى عنا ويهديكم ويهدي أولادكم ويرضى عني وعنكم والسلام عليكم وما تنسوش لو أنتم تتفرجوا على الإنترنت أنكم تعملوا لايك للحلقة دي أو ديسلايك أو تضغطوا زر الاشتراك في القناة واتفعلوا جرس التنبيهات واترسلوا الفيديو لأصدقائكم عشان ننشر الوعي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة